موسيقى أهلا وسهلا إخواني وأحبائي موضوعنا لا زال في موضوع المحبة والحلقة الرابعة بعنوان محبة الله لجميع البشر هل الله يحب جميع البشر أم يبغد فئة معينة أو لا يحب فئة معينة من البشر البعض بقول لك يعني الله ما بيحب الجميع الله بيحب بس الصالحين لا يحب الظالمين أو الأشرار أو غير المستقيمين إلى آخر هذا كلام غير صحيح إطلاقا موقف الله ثابت من جهة الإنسان الله يحب الإنسان مهما كان لا يمكن أن يتقلب بمشاعره نحو الإنسان هو مش إنسان حتى يتقلب وموقف الله ثابت لا يتغير من الظلم أو من الشر هو يبغد الشر ويحب الشرير بمعنى يحب الإنسان مهما عمل ولا يحب الشر موقفه ثابت من الإنسان وموقفه ثابت من الشر بحسقيال 33 بقول قل لهم بقول لك حسقيال حي أنا يقول السيد الرب إني لا أسر بموت الشرير بل بأن يرجع الشرير عن طريقه ويحيا بعدين بقول ارجعوا ارجعوا عن طرقكم الردية فلماذا تموتونا يا بيت إسرائيل لاحظ يعني قلب الله بيتمزق من الحزن بقول لهم ارجعوا أنا مش مسرور إنكم تهلكوا إنكم تكابدوا فواجع واحتلالات وأمور رديئة أنا بدي إياكم ترجعوا حتى تحيوا يعني الله بدوا يرحمهم بيحبهم مش قادر يشوفهم عم بتألموا لكن طبعا رحمة الله مش عشوائية إلى مبادئ لازم يتوبوا وعشان الله يرحمهم قانونيا برضو في مزمور 145 تسعة بقول الرب صالح للكل كل الناس ومراحمه على كل أعمال إذن الله صالح للكل أيضا هو يحب الكل ومنعم على الكل في متى 5.44 الفقرة اللي بتقول أما أنا أقول لكم أحب عدائكم باركوا لعنيكم أحسنوا إلى مبغديكم وصلوا لأجل الذين يسئون إليكم ويطردونكم لاحظ لكي تكونوا أبناء أبيكم الذي في السموات يعني حتى تتمثلوا بأبوكم اللي في السموات بقول فإنه يشرك شمسه على الأشرار والصالحين ويمتر على الأبرار والظالمين إذن فيه إشيين هون هو يحب أعدائي الله الله مش يعني واقف معي ضد أعدائي الله بيحبني أنا وبحب أعدائي والمحبة هي توحد مع قلب الله يعني متل ما هو بيحب أعدائي أنا أحب أعدائي وبقولنا حتى نتشبه فيه وأيضا بقولنا أنه هو يمتر على الأبرار والظالمين وبينعم على جميع الناس وحتى إذا طبقنا هذا المبدأ أنه الله يحب فقط الصالحين ولا يحب الظالمين مثلا خلينا نطبع على أب تخيل أب عنده ابن خلينا نقول ابن أكبر وابن أصغر صار الابن الأكبر يظلم أخوه الأصغر ندى الأب يا بابا مش منيح هذا اللي عم تعمله رجاء ما انتهى عن هذه الممارسة ظلوا يظلم أخوه الأصغر تخيل الأبي ندي يقول له اسمع هلا أنت صرت ظالم يعني أنا من هذه اللحظة أنا ما بحبك بعد بأسبوعين مثلا صار منيح يندي الأبي يقول له ها هلا أنت صرت منيح هلا أنا صرت أحبك يعني هذه مهزلة مهزلة في حق أي أب أنه يسوي هيك يعني مهزلة عار عار حتى يعني يتضارب مع كل مبادئ التربية اللي بتقولك حتى لما تقدب الابن أكد لإله أنه أنت عم بتحبه وأنت عم تعمل هذا لما نفعته فتخيلوا الله ما هزل في حق أب أرضي كيف الله بده يكون هيك يعني مستحيل فكرة مضحكة وهزلية عن الله إذا صحيحة أنه لا يحب الظالمين تخيلوا فإذا هذه فكرة مش صحيحة شانيك بقول في تيميثاوس الأولى تنين الله يريد أن جميع الناس يخلصون وألا معرفة الحق يقبلون يعني الله بيحب الجميع وبده الجميع يرجع وبده الجميع يحيا ونعمته كاملة ومحبته كاملة نحو الجميع لأنه لا يصر بهلاك الإنسان مهما كان شكرا لكم وإلى اللقاء في الحلقة القادمة إن شاء الله شكرا